ما أعلنه وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار عن فتح باب الحجز لوحدات جديدة جاهزة للتسليم الفوري للإسكان المتوسط لمتوسط الداخل الموضوع ده مهم جدا جدا خلينا أقول لأحضراتكم باختصار لأنه الموضوع يهم الناس كتير جدا عندنا ثلاث مشروعات بالترتيب اللي بقوله ده أول مشروع مشروع اسمه جنة مصر أعتقد الناس كتير تعرفوا هذا المشروع دلوقتي متوفر فيه التسليم الفوري والتقديم في المدن الآتية 6 أكتوبر والمينيا الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق والعبور مساحات الشؤة المتوفرة في مشروع جنة مصر فيه 100 متر وفيه 151 متر والتقديم لازم تدفع 80 ألف جنيه جدية حجز ده مشتوى لمتوسط الداخل عالي يعني من الناس المتوسط الداخل أه بس عندهم قدروا على دفع هذا الكلام 80 ألف جنيه يبقى ثاني بقول مشروع جنة في أكتوبر 6 أكتوبر المينيا الجديدة القاهرة الجديدة الشروق العبور المشروع اللي بعده دار مصر مشروع دار مصر موجود دلوقتي أماكن وشؤة مساحتها 100 متر و150 متر جاهزة للتسليم الفوري في المدن الآتية مدينة السادات 15 مايو مدينة الشروق مدينة العاشر من رمضان مدينة بدر برج العرب الجديدة حضائق أكتوبر وجدية الدفع 60 ألف جنيه المشروع الثالث هو سكن مصر في شؤة متوافرة بمساحات 106 متر إلى 133 متر والمؤدمة 40 ألف جنيه فين؟ أكتوبر الجديدة العبور الجديدة القاهرة الجديدة المينيا الجديدة مدينة بدر حضائق أكتوبر ضميات الجديدة ناصر مدينة ناصر يا غرب أسيوت والشروق الثلاث مشروعات دول يبقى فيه مشروع تدفع جديدة حجز 80 ألف ومشروع تدفع 60 ألف ومشروع تدفع 40 ألف ليلبي كل الاحتياجات احتياجات الناس والمساكن أو الشواء جاهزة للتسليم الفوري زي ما اعلنت وزارة الإسكان واعلنت أيضا تفاصيل الدكتورة مية عبد الحميد بشكل واضح جدا أنه فيه فرصة حقيقية خليني بس أقول أنا قاعد في المكان ده بقلي كم سنة عمال أحكي وأقول بنعمل بنية تحتية وبنعمل طرق وبنعمل كباري وبنعمل مشروعات وصناعات وعايزين نعمل بعد كده المشروع الأطخم في مصر كان مشروع الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب ومحدود الدخل والمشروعات العظيمة اللي اتعاملت في مصر والمدن الجديدة والمدن الزكية والمدن الجيل الرابع والعاصمة الجديدة والعالمين وغيره والناس كانت تسأل تقول طب وفين احنا يعني في الموضوع يعني احنا فين كشباب أو أنا الشاب اللي مش قادر طبعا الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية بالتعاون بين وزارة الإسكان والبنك المركزي وتوجهات السيد الرئيس نعمل مشروع لأول مرة في تاريخ مصر يكون عندي مشروع تاخد شقة تدفع على كم سنة عشر سنين ولا عشرين سنة ولا ثلاثين سنة بفايدة حوالي ثلاثة في المية ولا ثمانية في المية